ميد بريس تقدم أبرز العناوين صور مباشرة من الطائرة الإسرائيلية القادمة إلى المغرب أول رد رسمي لمنصف سلاوي على السلالة الجديدة لفيروس كورونا منظمة صحة العالمية تطمئل العالم بخصوص السلالة الجديدة لكورونا قبل أن نكمل لا تنسى وضع لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس صور مباشرة من الطائرة الإسرائيلية القادمة إلى المغرب كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان عبر حساب إسرائيل بالعربية تابع لها أن الطائرة السلام جاهزة لإقلاعها في الرحلة المباشرة التاريخية من إسرائيل إلى المغرب اليوم التلتاء ومعتبر ذلك تجسيدا للعلاقة التقافية المشاركة تم وضع رمز الخمسة على الطائرة وظهرت الطائرة التي ستقل المستشارة الأمريكية جاريت كوشنر رفقة الوفد الإسرائيلي موشومة إلى عبارة السلام بالعربية العبرية والإنجليزية وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في البيان نفسه عبر ذات الصفحة ستسير شركة طائرة العال الإسرائيلية أول رحلة من إسرائيل إلى المغرب اليوم التلتاء فأن هذا تجسيدا للعلاقات التقافية المشاركة سيتم وضع رموز الكف أو الخمسة إلى جانب رقم خمسمائة وخمسة وخمسين على الطائرة وكانت شركة العال أعلنت عن أولى لحالاتها من تل أبيب إلى العاصمة المغربية رباط يومي التلتاء بحسب ما نقلته صحيفة جيرو ظالم بوستال إسرائيلية فيما حصلت جريدة أشكين على صورة أولية مباشرة في الزيارة التي تتجه لها أنظار المغاربة لمعرفة تداعياتها والوفدة الذي سيستقبل القادمين من تل أبيب عاجل هذا أول رد لمنصف سلاوي على السلالة الجديدة لفيروس كورونا قال منصف سلاوي رئيس عملية وارب سبيد لتطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مريكان أنه من المستبعات تقدر الطفرة الجديدة لفيروس كورونا المستجد اللي بنت مؤخرا في بريطانيا تقاوم تركيبة اللقاحات اللي كان ولكن هاتش ماشي مساحل في نفس الوقت والتحاجة ما يمكنش في العلوم وزاد سلاوي العالم الأمريكي من أصول مغربية في اللقاء لي على قناة CNN يوم أمس الأحد أنه بزاف ديال الفيروسات كتطور في نفس الوقت عبر العالم ولكن هذا النوع من السلالات صعيب تفلت من الفاكسان اللي مكون من تركيبات ديال بروتين اللي كتقوي المناعة باش تقوم هاتش وصرح سلاوي أن المسؤولين على الصحة في مريكان ما زال ما عارفينش على هاتطفرة بزاف ما زال كي يبحثوا بعناية وحضار بخصوصها منظمة صحة العالمية تطمئل العالم بخصوص السلالة الجديدة لكورونا قالت منظمة صحة العالمية يوم أمس الاثنين إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد والتي تم اكتشافها في بريطانيا تنتشر بوتيرة أسرع ولكنها قابلة للسيطرة عليها مثل باقي السلالات الأخرى المعروفة من المرض وأوضح مايك رايان المدير تنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة في مؤتمر صحفي بحسب وكالة AFP-N الوضع ليس خارج عن السيطرة ولكن لا يمكن تركه ينتشر ودع الدول على تطبيق الإجراءات الصحية التي سبق تجربتها واختبارها وشددت منظمة صحة العالمية على أن كل عشرة أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس يمكن انقل العدو إلى 15 آخرين في المتوسط في حين أن معدل انتقال العدو بالسلالات المعروفة سابقا في بريطانيا يصل إلى 11 شخصا فقط العثماني يتير زوبعة في إسبانيا والحزب الشعبي يهاجم سانشيز بحدة استدعت وزارة الخارجية لإسبانيا يومي الاثنين سفيرة المغرب في مادريد كريمة بن عيش على خلفية التصريحات التي أدل برئيس الحكومة ساد الدين العثماني بشأن مدينتي سبتا ومليليا وقالت الخارجية الإسبانية على صفحتها رسمية في تويتر إنها طالبت سفيرة المغربية بتقديم توضيحات حول هذه التصريحات التي اعتبرت أنها تمس بالوحدة الترابية لإسبانيا وأوضحت الخارجية الإسبانية في بيان على حسابها رسمي أن الأمينة العامة للوزارة كريستين نعيش أبلغت سفيرة المغرب أن إسبانيا تنتظر من شركائها احترام السيادة والوحدة الترابية لإسبانيا وطالبت بتوضيحات بخصوص تصريحات الوزير الأول المغربي سعد الدين العثماني حول سبتا ومليليا من جانبه هاجم رئيس حزب فوكس ليمني المتطرف ساندياغوب أباسكال المغرب بعد تصريحات العثماني وقال في تغريدة على تويتر إن سبتا ومليليا مدينتان إسبانيتان في إفراقيا قبل أن يكون المغرب موجودا مضيفا أن المدينتان ستبقيان إسبانيتين إذا صار المغرب غير موجود من جهته هاجم زعيم الحزب الشعبي بابلو كصادر رئيس الوزارة الإسباني بيدرو سانشيز وطالبه بالرد فورا على تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني التي قال فيها أن سبتا ومليليا مغربيتين وسيتم فتح الملف في المستقبل وقال كصادر أن الحكومة الإسبانية برئاسة سانشيز ضعيفة مضيفا أن الإنقصام الداخلي والضعف الدولي لحكومة حزب الشراكيين وبوديموس يكلفان دولة الإسبانية الكثير كصادر زاد في تغريدة على تويتر أن سبتا ومليليا إسبانيتين تتمتعان بالحكم الداتي وغير قابلتين للإسترجاع تاكسية البيضاء تبرر رفع التسعير بتذابير كورونا تعالت أصوات البيضويين هذه الأيام احتجاجا على الارتفاع الملحوظ في أسعار التنقل عبر سيارات الأجرى من الصنف الكبير في عدد من الخطوط التي تربط بين أحياء الدار البيضاء ومركزها وذلك مقارنة بما كانت عليه في الفترة السابقة لسيما قبل ظهور جائحة كورونا وباتت العديد من الخطوط الخاصة بسيارات الأجرى الكبيرة على مستوى الدار البيضاء تعرف زيادة ملحوظة في ثمن الرحلات وهو ما أكده الكثير من مستعمل هذه الوسيلة للتنقل منددين بهذه الارتفاع الذي لا يراعي الظروف الشماعية التي يمرون بها وأكد مواطنون تحدثوا لجريدة هاسبرس الإلكترونية أن أصحاب سيارات الأجرى الكبيرة صاروا يستغلون هذا الوضع حيث غياب المراقبة من طرف السلطات لرفع الأسعار مشيرين في هذا الصدد إلى كون تمن الرحلة الواحدة من سيدي برنوسي أو سيدي مومن صوب ساحة سراغنة بدرب سلطان صار يكلف المواطن البيضاوي عشر الدراهن والأمر نفسه ينطبق على مسامل سيارات الأجرى من سيدي معروف إلى ساحة سراغنة وهو ما يعد حسب المحتجين زيادة مبالغة فيها واستغلالا للظروف التي يمرون منها مشيرين إلى كون بعض الصائقين يرفضون حمل الزبائن الذين يطالبون بالتسعير العادية كما تحدثت بيضاويون على مواقع التواصل الشماعي عن كون بعض الصائقين يتمدون في استغلال الظروف وغياب المراقبة الصارمة من طرف السلطات التابعة لولاية جيد دار البيضاء ستات إد يعمدون إلى حمل ستة ركاب بدلا من تطبيق ما تنص عليه القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة اشتركوا في القناة